هل بي رأيك أستاذ بسام مؤسسات المعارضة قابلة لعادة الانتاج المؤسسات الحالية بشخصها؟ الحقيقة مراجعة من يراجع إذا طلبنا من الاتلاف أن يراجع نفسه أو المؤسسات التي تنتمي إلى هذا الاتلاف من يملك قراره ويكون له قدرة على انتهاج السياسات التي يراها فهو يقوم بالمراجعة ولكن حينما تتحول هذه المؤسسات التي تسهيدت مواقع المعارضة تسهيدت مؤسسات المعارضة هاي الأشخاص هاي الجماعات فإذا كانوا فقدين قرارهم فقدين قرارهم كأشخاص وفقدين قرارهم كمؤسس فما بيقدروا راجعوا قرارهم مش بيدهم أصبحت هاي المؤسسات هي عائق أمام الثورة يعني لا تنتصر الثورة إلا بأن تذهب هذه المؤسسات من النوحة السياسية لسوريا يعني أن تذهب من مواقع القرار فالمراجعة يجب أن تكون من كل الشعب السوري المراجعة من كل القوى السورية الحريصة على الانتقال الديمقراطي والانتقال السلمي وخروج هذا النظام من حاضره مستقبل السوريين اشتركوا في القناة